ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة خلال يومين قادمين وانقيلة بجذر على الأجواء اعتباراً من يوم الأربعة التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أهلا بكم مجدداً متابعين في الأردن لهذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وسائلت أجواء معتدلة مائلة للحرارة خلال ساعة النهار في عموم مناطق المملكة حارة نسبياً في مناطق الأغوار البحر الميت وأيضاً منطقة العقبة هذه الأجواء هي ناتجة عن تأثير المملكة بكتلة هوائية دافعة أو دافعة عفواً مندفعة من القارة الإفريقية عبر الأراضي المصرية وشرق البحر البحر المتوسط عملت على اتفاعة واضحة ومموسة على درجات الحرارة توقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافعة حتى يوم الثلاثة على أن يحدث انقلاب جذري في الأجواء يوم الأربعة تفاصيل أكثر نستعرضها بخراءة توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يوم الأحد تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافعة القادمة من القارة الإفريقية درجات الحرارة تستمر أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من عام خلال يومي الأحد والاثنين لكن يوم الأثنين تزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافعة لتكون درجات الحرارة أعلى من ما سجلته يوم الأحد بالتالي ستكون الأجواء مائل الحرارة بشكل عام فوق المناطق الجبلية حارا نسبيا في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة يوم الثلاثات استمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافئة في عمو منطقة شرق البحر الرب المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام على أن تقترب من المملكة هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا القادمة من شرق أوروبا عبر البحر الرب المتوسط تستعمل عن انقفاض كبير وملموس على درجة الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء حيث سيحدث انقلاب جذري على الأجواء وانقلاب حراري حاد خلال يوم الأربعاء وبالتالي ننبه من هذا الانقلاب الحراري الحاد الذي قد يعمل على انتشار للأمراض الموسمية خاصة منها الإنفلونز وبالتالي يرجى أخط الحيطة والحذر اعتبارا من يوم الأربعاء هذه الكتلة الهوائية الباردة النسبية ستترافق أيضا بأجواء رطبة التي ستعمل على تكاثل كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع التي قد تعمل على هطول بعض زخات من أمطار في العديد من مناطق المملكة تفاصيل أكثر حول الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء نستعرضها في النشرات القادمة توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غامة جزئيا مع 13 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 12 درجة مئوية الرطوبة 31% منخفضة نوعا ما أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين 26 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15 درجة مئوية تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الدافئة على المملكة يوم الثلاثاء 25 درجة مئوية كحرارة عظمى تنخفض ليلة نسجل 12 درجة مئوية لكن يوم الأربعاء تنخفض درجة الحرارة بشكل حاد وملموس 17 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 9 درجة مئوية فقط مع أجواء غائمة وفرصة لهطوع زخات من الأمطار التوقعات الجوية للمدن الأردنية ليوم الاثنين نبدو أهم من المنطقة الشمالية إربط 27 إلى 16 المفرق 25 إلى 12 جراج 27 إلى 15 وعجلون 26 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 26 إلى 14 البلقاء 27 إلى 18 عمان 26 إلى 15 مدى 29 إلى 15 والبحر المية 33 إلى 23 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 27 إلى 16 الطفيلة 24 إلى 17 الشوبك 24 إلى 15 معان 25 إلى 15 والعقبة أجواء حارة نسبيا مع 33 إلى 22 درجة مئوية المنطقة الشرقية رويشة 23 إلى 11 الصفاوي 25 إلى 9 والأزرق 26 إلى 11 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة